دكتور عبدالعزيز بن سقر هل تسمعوني؟ مساء الخير سيتمونتها نعم سمعينك عفوا من أول كان الصوت غير مصافر توقعاتك أبرز الملفات أبرز الملفات أنا بالنسبة لي هناك ثلاثة ملفات رئيسية موضوع القدس وهو موضوع أساسي الوضع المسلمين في بينمار والقضية الرئيسية وهي موضوع سوريا هذه الثلاثة ملفات الأساسية لفي اعتقاد أنها سوف يتم بحثها بشكل دقيق خليني نبدأ بواحد واحد حتى نحاول أن نحلل ما يمكن أن يطرح في هذا الجانب بالنسبة لوضع المسلمين في بينمار أنت تعلمين أنه في أواخر الستينات القرن الماضي وبداية السبعينات تعرض المسلمين في بينمار لعملية تطهير عرقية كاملة وبعضهم قدموا إلى المملكة وكان المرحوم الملك فيصل رحمة الله عليه اهتم بوضع المسلمين وموجودين جاءت جالية كبيرة منهم من المملكة في مكة وجدة وأقامت هنا لأن وضعهم هناك غير مناسب في الوقت الحالي اجتمعت منظمة التعاون الإسلامي الأسابيع الماضية وحاولت أن تخرج ببعض نتائج ونالك لجانة تنفيذية الأمين العام المساعد للمنظمة المتوالشة الإنسانية موجودة الآن في بينمار لبحث هذه القضية ما يريده مسلمون بورما كما نسميهم هي أولا حق المواطنة العودة السليمة عدم التطهير العرقي وقتلهم هم لا يبحثون عن قضية انفصال فهناك قضيتين أساسية مهمة الضغط الدولي التي يمكن أن تمثله الدول الإسلامية على حكومة مينمار العسكرية لإعطاء الحقوق للأقليات المسلمة الموجودة وعدم الاعتداء عليهم ووضعهم بطريقة وبقاءهم بشكل آمن وإعادة حقوق المواطنة بالنسبة لهم والقضية الثانية دعمهم اقتصاديا فيما يتعلق بالوضع الإنساني الذي يعيشونه والحالة التي يكونوا موجودين فيها في اعتقادي أن المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والقيادات الإسلامية الموجودة سوف تشكل ضغط كبير جدا على الأمم المتحدة على المنظمات الدولية على حكومة مينمار حتى يكون إعطاء الحقوق لهؤلاء الناس القضية الثانية هي قضية القدس وقضية القدس هي قضية مهمة هناك حراك إسرائيلي نحو عزل ما يقارب من 90 ألف مقدسي تحت صور معين حتى يفصلون ويصبحون تابعون للظفة الغربية فهو أولا يعني إلغاء أي إجراءات تقوم فيها الحكومة الإسرائية فيما يتعلق بوضع هؤلاء النقطة الثانية طبعا هناك تدمير وحدم وتغيير للهوية وتغيير للشكل العام فيما يتعلق بوضع القدس الشرقية ووضعها قضية إعادة التفاوض حول قضية السلام المبادرة العربية التي طرحت قبل ذلك لا بد أنها تكون موجودة ومطروحة يقاف أي أعمال تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطيني هناك هذا كلام يعني أن المنظمة والدول الإسلامية الموجودة ترغب في إيجاد ضغط سياسي على دول ومنظمات مهمة مثل الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة في الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بحقوق وقضايا الشعب الفلسطيني القضية الثالثة والمهمة والتي سوف تستحر على جزء المهم هي قضية سوريا سوريا اليوم الدول التي ساندت النظام السوري مثل إيران وروسيا والصين هي تشعر أنها في ورطة الاجتماع الأخير الذي عقد في طهران أي نعم 29 دولة ولكن ثلاثة وزراء خارجية بما فيهم العراق وإيران الذين حضروا أما البقية كان تمثيل يعني بسيط وهدفت منه إيران أن ترسل رسالة قبل اجتماع مكة أنها تبحث عن مخرج سياسي وحل سياسي لهذه الأسبوع إيران تشعر أنها مهتمة جدا بوضع الملف السوري ووضع الحكومة السورية تريد أن توجد مخرج حقيقة الكل مننا يتطلع إلى أن يخرج خادم الحرمين الشريفين وهو راعي هذا التضامن الإسلامي بمبادرة جديدة تحل هذه الأزمة وتوقف نزيف الدم والاستبداد الذي يقوم به الحكومة السورية والجيش السوري على العزل والأبرياء مع الأسف الأيام الأخيرة في رمضان بدأنا نسلم على أعداد القتلى بالمئات في خلال أيام رمضان وهذا أمر يعني لا يجوز ولا يرضي الله سبحانه وتعالى فنحن نتطلع إلى وجود حل وتوافق إسلامي حول الانتقال السلمي للسلطة في سوريا هل ممكن أن يكون هذا هل ممكن أن يكون موجود هذا الحل أو هذا الموقف الموحد في ظل وجود إيران في المؤتمر أنا في اعتقاده إيران أيقلت أنها لا تستطيع أن تقدم الحل أنها لا تستطيع أيضا أن تقدم الدعم اللا محدود لسوريا إلى درجة غير محدودة لا هي ولا روسيا فهم أيضا يبحثون عن مخرج ويبحثون عن حل سياسي توافقي يستطيع أن يحفظ ماء الوجب بالنسبة لهم وفي نفس الوقت يوقف هذا النزيف ويوقف هذا العمل لأنه المثلثة الذي حرست عليه إيران تاريخيا وهو سوريا حزب الله حماس في مواجهة إسرائيل انتهى وبواجهة إسرائيل أكبر كاسب في هذه النتيجة بالمقابل بالمقابل لا أحد يريد أن يرى وضع في سوريا حتى بعد انتهاء الأزمة يسبب حرب هناك 19 طائفة وفئة في سوريا قد هذا يقود إلى حرب أهلية في الداخل طويلة المدى ولا يمكن قياس مداها على المدى البعيد ولكن إذا كان هناك توافق والمملكة قد تكون هي الرائدة مثل ما تبكنت المملكة ودول الخليج من إيجاد حل الأزمة اليمنية وإيجاد مخرج حقن الدماء اليمنية وأوقف عملية القتل والنزف والعمليات هذه يمكن أن يطرح إن شاء الله مبادرة تكون مقبولة وتكون إيران بوجودها في هذا المؤتمر هي أيضا وركة ضغط على سوريا للقبول بالحل السلم السياسي اللي الكل يتطلع له وهو انتقال السلطة طبعا هناك عدة بدائل قد يتنحى الرئيس قد يكون هناك مرحلة انتقالية قد يكون هناك يعني ممكن يكون فيه خيارات كثيرة يمكن أن تطرح يعني من الصعب الاستعجال في تطرح تصورات فيها ولكن الهدف حقن الدماء انتقال السلم من السلطة إيقاف هذه العملية الضغط على وجود ضغط دولي باستخدام هذه الدول الإسلامية لأنه خادم الحرمين استنفذ كل المعطيات بدأ بالاتصال الشخصي وكانت هناك اتصالات شخصية بين مسؤولين السعودي وباتصالات مباشرة من قبله استنفذ الدور المدلس التعاون الخليجي واتهمت مدلس التعاون الخليجي اتهامات وأنكم لا تتهمون القضية السورية ربما خصوصية المكان والزمان لعقد هذه القمة قد تكون نتائجه مؤثرة دكتور عبد العزيز بن ساقر رئيس مركز الخليجي الأبحاث شكرا جزيلا لك على المشاهدة اشتركوا في القناة